ده قيمة الإلهام يا جماعة قيمة الإلهام لأنه إحنا دايماً بنقول الأهل فكرة وفكرة لأنها بتحوي كل الأسباب اللي تخليها تعيش حية نابضة لأكتر من 114 سنة وعنده هذا الدور وهذا النجاح اللي قاله بيك جرامي أنه الأهل علمه إزاي بقاله هدف إزاي قاتل علشان يحقق هدفه إزاي يبقى منضبط في الوصول لهدفه إزاي يتمسك بحقه إنه ينجح إزاي يتمسك بحقه في إنه ينجح هداله أسباب النجاح وأنتوا فاكرين فكرة البلاس 90 والديئة 90 والكلام اللي الناس فهم أنه ده مش كلام ده ترجمة حقيقية لفلسفة الأهل إنك إنت إزاي تتمسك بأسباب النصر إزاي تقدر تدافع عن حقك في أنك إنت تنتصر بقوة وبانضباط وبروح وبالتزام وفقا لقانون اللعبة وتحقق هدفك فتفضل وبعد حتى لما تحقق هدفك تتمسك بكل أسباب الاستمرار إنك تتواضع عند النصر تتواضع عند النصر تحترم منافسيك تقدر قيمة الروح الرياضية اللي أنت بتلعب من خلالها علشان تفضل بطل لأنه يوم ما أنت حتغتر ودماغك تتقل وتعيش الحالة والزهر مش هتكمل في المسارة الناجح بتاعك دي فلسفة حياة عشان كده لما بنقول للأهل فكرة الأهل فكرة نابضة في مجتمعه إزاي يقدر فعلا يلهم كل شباب اللي بيحبوا النادي الأهلي إزاي كل شاب كل طالب بيحب النادي الأهلي إزاي يستفيد من اسم النادي الأهلي وتجربة النادي الأهلي ونموذج النادي الأهلي بجرام مش لعب في النادي الأهلي والأهلي مفهوش كمال أجسام لكن قال إن أنا من خلال متابعتي للأهلي وحبي للأهلي الكيان والقيمة قدرت فعلا أستفيد من تجربته في أننا أقدر فعلا أستلهم هذا الدرس وأنجح ويوصل زي من الأستاذ فاروج وده قال يوصل لمصف الأبطال العالميين ويحقق ميستر أولمبيا كأعلى درجة في كمال الأجسام هو ده فكرة أو هي دي فكرة الإلهام وإزاي البطل الرياضي يقدر يستلهم هذا الدرس بالمناسبة حتى وإحنا بنقول المستحيل في الرياضة شفنا أيقونة كمان مهمة جدا استلهمت النادي الأهلي ودور النادي الأهلي إبراهيم حمدتو إبراهيم حمدتو شاب لا دي عدى مؤمنة لكل المقاييس أنا قربت منه في ريودو جانيرو في الدورة اللي فاتت اللي رحتمه بسبتيني هنا فكان وقتها الحقيقة يعني حمدتو عامل دو شجامد جدا لما تتكلم معاه ده شاب برضو من كفر الشيخ يمكن حمد يمكن بيجرامي من كفر الشيخ من البوروليس حمدتو ده كمان من الدسوق أو من ضميات سوري من ضميات هي نفس المنطقة الخصبة بيلعب برضو معجزة كان في ضيافة قناة الأهلي بصوا وهو بيلعب هانا جودة كان مع الزميل خالد العوضي استضاف لتنين هانا جودة معجزة في تنس الطاولة وحمدتو كمان أيقونة مدهشة جدا ومبهرة للعالم بقولكو وإحنا في ريودو جانيرو الناس كانت فعلا جاي مستغربة ده شاب اتعرب لحادث قطر في لقى تهين ما خدش بالك منها ده حاجلتني الرالي لما طال هانا جودة غلطت الزهر ناط غازت فراحت في الرالي اللي بعديه رحت مخلصها شايتة فيك وراجل بزرعة بجنب فبصوا الأيقونة شوفوا براهيم حمدتو وتلعب بقوة ولما يكلمكم عن حبه للأهلي وعن ارتباطه بنموذج الأهلي اللي خلاه يؤمن أنه ما فيش مستحيل شاب بتبطر زراعيه الاثنين دي ما انتظرش معاه ها مش قادر يلعب رياضة فيدرب نفسه ازاي يمسك المضرب بإسنانه ويلعب ببقه عايز يشوته الدورة الأولمبية الأخيرة في توكيو وقابلها في ريودو جانورو زي ما شفتها الناس كلها كانت مباهرة جدا بقدرات هذا الشاب المصري ايه الاعجاز ده ايه الايرادة دي ايه النموذج ده انت فاهم يعني ايه بس والنبي عشان اخدها واحدة واحدة فضل طب جرب تمسك ألم ببق بسنانة كده خمس دقايق هتلاقي هنا وهنا وجالك صداع وألم هنا وا طبعا و و و و و و و و ما بالك بقى بس حمدته مع الكابتن خالد العواضي تمنى انه يزور النادي الأهل فكابتن محمود الخطيب برحب بيه عشان يكرم فيه هذه القيمة الإنسانية العالية قوي كابتن خطيبه هو في قط مجلس ده روبي يديله فنيلته هدية تأديرا وتبجيلا وتفخيما وتقديرا لإرادة هذا الشاب من الكابتل خالد العظم نجيب هنا جودة بالذات قدام هذه المعجزة ويعمل المباراة في تنس لا في حاجات الواحد لازم يتخف أمامها يعني راجل لم يستسلم للمبطور الزراعية يعني مش ممكن لا يمكن تتخيل أنه واحد يقدر يلعب تنس طولة برقابته وهو ماسك مضرب وبقه صحيح لا لا وكمان أنت أنت لما تشوفه حتى إزاي بيتعامل مع الكورة بيخدها من على الأرض برقابته بيصبع رجله عشان يرميها لفوق ويبدأت عمل معها ببقه يعني أولا إيه الفكرة اللي جات له دي أصلا شوف هم هون مستحيل أنه فكر في حاجة مستحيلة لا دي والله لقطة تاريخية جماعة نمازج الله شفت شط ببقه إزاي أنا مش مصدق شفته قبل كده أنا شوفت منافساته في ريدو جانيرو بقولك يعني أعظون الناس كانت الصالة بتاعة البنجبونج أنت بتتكلم في البراليمبيك ما كل الناس اللي بيلعب على الكورسي واللي بيلعب بإيد واحدة بس دي قصة تانية لكن ده الواحد وحدود طبعا أول مباراة حمدته تبص تلاقي كل الناس جاية تتفرج عليه وكله يعني متفاعل معه قوي مع أي نقطة الكل بيسقف له لأنه أي نقطة بيجيبها حمدته مش نقطة طبيعية طبعا شوف بتشوت فيه بمنتقل جدية وبصد حقيقي إنها بتلعب في اتجاه واحد ما تقدرش تنوع له يعني إنما يعني يا جماعة إحنا زي ما هم بيقولوا بيستلهموا النادي الأهلي أنا عايز بولادنا يستلهموا منه هو بقى يستلهموا منه الإرادة وقهر المستحيل وهو ده الهدف ما بين الإلهام والأيقونة لأنه على فكرة اللجنة الأولمبية أو البراليمبية الدولية في توكيو منحت إبراهيم حمدته الشاب المصري ده لقى بأيقونة العالم إنه بقى في البراليمبية الأخيرة حد ملهم للعالم كله هو ده النموذج في قهر المستحيل وإزاي تقدر تثبت فعلا إن الإنسان يستطيع وإنه كل واحد عنده حلم وعنده رغبة في النجاح يقدر يحقق هدفه حيث ترجمة نانسي قنقر